السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سيكون الحديث حول عملة البيبندوق سنقوم بمتابعة الأخبار وسبب يعني ومحالة النزول إضافة إلى ذلك أننا سنقوم بتقديم لكم عملة الكابل جبتي وكذلك سنقوم بتقديم لكم عملة فقها بحيث أنك تستفيد من هذا الفيديو وكذلك سنجع إلى الشهر الخاص بالبيتكون كل هذا وأكثر سنشاهده في هذا الفيديو فمشاهدة طيبة تمام إخواني العديد من الأشياء التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو ومن بينها والتي سنبدأ بها هي البيبندوق كما عودناكم دائما بتقديم الجديد حول هذه العملة بما أننا نتابع ونتابع هذه العملة بشكل كبير فهنا البيبندوق كما يظهر معك هنا الإعلان في الكيوكوين عن نصة التي تم الإدراج فيها والتي حدثناكم عنها في الفيديو قبل البايحة حدثناكم عن هذا الخبر بالنسبة للإدراج سيكون التدور عليه وبينما هنا سيتم الإدراج في يوم خمسة وعشرين سوف نوريكم الأسباب وراء النزول العملة فهنا سنذهب ونصعده وسنرى هناك خبر جديد بأن عملات إضافة وشركة ما بين الكاتاينو الكاتانا عفوا الكاتاناينو وكذلك البيبي دوغ سواب اللي تم الإدراج دي الكاتاينو في البيبي دوغ سواب كيف نمكّدها معك؟ هناك كان واحد الشركة جديدة مع عملة جديدة هذا الشيء ده سيجعل أن الكاتاينو سيجعلنا أن نشوفها وكذلك في المستقبل ستكون أحد العملة التي هي جيدة وعملة ممكن أن نشوفها يعني البيبي دوغ بدلت تضم لها يعني هذه العملات يعني كيف نمش فيها مع دوغ سيرو كيف نمش فيها مع يعني العديد من العملات اللي كان لدخلتها للفارم ديالا فهنايا سننضوء على آخر عملة اللي عندها 58 كاف في التويتر وعندها كذلك واحد جمهور اللي هو جيد يعني كيف نمش فيها معايا الديزاين اللي كي يخدموا عليه هو ديزاين احترافي وهذا الشيء هذا اللي خلّى أنه قدّى حتى العملة بشكل عامي هي عملة قوية وخلّنا أن نشوفوا هذا الكاتاينو يعني تشوفواها في المستويات كبيرة فهنايا غايتم يعني هنا يقين لو حدّت البيضاء يعني كيف ما تيقولك غايت يصدوا البيضاء ضعينه في الديسكورد فيمكن لك أنك تمشي الديسكورد وتشوف يعني المعلومات أكتر حول هذا الكوين هذه واللي الناس اللي بغايت تعرف المعلومات حول هذه العملة هذه هي كذلك من العملات اللي يمكن المضاربة عليها والاستفادة منها خصّا أنني أو خصّا أنني بعدما دخلت الشارت دياله شفتلا كانت واحدة محلات صحيحية شفنا على أن هنا السعر دياله بين ثلاثة أصفار ستأروا أبعاد بينما هنا واحد وعشرين بليون من المعاوض التداول بينما هناك خمسين بليون من العدل الأقصى هنا القيمة السوقية للمعلومة كذلك الكاطئينو كي نوحد الأخبار حول عملية الحرق ديال هذه العملة هذه اللي غادي خلينا أننا نشوفها كذلك في المتسويات اللي هي متسويات كبيرة فالاحتفال كذلك هنا بالعملية ديال الدخول عملة كذلك يمكن أن أنك تشوفها ومشي غا البابي دوغلي دات عليها لكن حتى بزر ديال الصفحات الكبيرة هدرت على هذا الكوين هذي وكيف ما كان يعرف المخاطرة فال الكوين هذه كتأوفر الكوين هذه كبيرة بما أنها كن نشوف لأنها كوين ديال إينو كوين ديال يعني ديال شت كوين فهذه من جهة الثانية لهذا اليوم أو نمشي ونكمله على البابي دوغ أول أنا ونمشي ونضع على الشراط ديال فهنا شفنا النزول بعد مما كانت هنا واحد العملية الصرود للعملة كنا كنت نتوقع يعني ما يتمش عوامك لو ما تمش الإعلان عنها في أن تمشي إعلان على المنصة يعني كان يكون أفضل من الإعلان فهنا من بعد ما جاء البيب دوغ هنا أو من بعد ما جاء هنا كيو كو كو وإعلنت على أن سيتم الإدراج ديال في المنصة للكو كو 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 سيكون هناك حماس في التوقع والكل سيقول على أن ستدرج في هذه المنصة أو ستدرج في منصة كذا أو كذا لذا يبقى هنا المستثمرين يزيدون لكن هذا من جهة جيد ومن جهة سيئ في الأخير لو تم الإعلان عنها سنشاهد هنا عملية تصحيحية فالعملية تصحيحية هنا وصلت لنا إلى المستوى الذي كنا سمنا لكم سابقا الذي دعونا لها 8 أصفا نقبل لكم برايس باش تشوفوا معايا يعني البيعيس اللي حتي ضم معك بشكل جيد فهذا هو البيعيس 8 أصفا 3 جوج 05 هذا هو السعر عملة البيبي الضوغ اللي متوقع لأننا سنشوف بداية الصعود يعني ممكن أنه يتحول لمنطقة الدعم ونشوف المباشرة إلى 8 أصفار بعد جوج 8 كيو كون دخول منصة سنشوف حركة إيجابية وهذا شيء عادي يعني قبل يوم سنشوف شمعة إيجابية لعملة البيبي الضوغ شمعة قوية ستكون تحدث هنا عن شمعة 3% أو 5% يعني ما بين 3% أو 5% إيجابية من بعد إعلان أو من بعد إما سيتم إدراج ديالها سنشوف حالة صحيفية للعونة وهذا شيء عادي يعني هناك تصريف المنصات قتم لهذا إحدى من الدخول يعني في تلك الأوقات لأن تشتري من الفوق فهذا شيء سيء هذا بالنسبة للشرط البيتكون كشفنا العملية النزوف أخر 24 ساعة ريفرين ديالي هنا كان عملية الارتداد بسبب الأخبار ونشفنا لأن الشرط لا كان يتوافق معه يعني هنا مباشرة بعد ما يعني الخط هنا شفنا واحد المرحلة صحيحية وقلت لكم على أن المستوية ما بين 29,000 و762 و28,000 و870 سيكون واحد الزون اللي هي آآ يعني سيكون مقاومة ديال العملة ممكن أن نشوف بداية لدعم أو بداية لانطلاقة البيتكوين مرة أخرى في مستوية مرتفعة لأن الناس هنا والمستثمرين هنا لم بدأوا يملون من حركة البيتكوين فنتوقع على أن نشوف البيتكوين في الـ 50 في 60,000 مرة أخرى تكون حركة إيجابية بشكل قوي بما أن العدد كبير جدا من المستثمرين وعدد كبير جدا من الناس من بدأوا يفقدوا اتقاد في الكريبتو فهذا هو الوقت المناسب من أجل أن صعود للعملة لأن السوق بشكل كامل هكذا يظهر يعني هكذا يتم التعامل معه فهنا بالنسبة للبيتكوين حددناكم عن الشات وبالنسبة للبيتكوين حددناكم على الشات فهنا سننتقل إلى عملة كريبتو جيبتو واللي غن هي في هذه حلقة فمشينا الباش دي ومعنا التويتر سنرى هنا في تويتر يعطيني تعريف بخلاصة يعني تتفع معي يعني كيف تهدف فهي كيف ما أكدها معك هنا يعني هي اللي كتدعم يعني أو التويت الدكاء الإصطناعي كيف ما يعني كيف ما مذكور يعني في الصفحة هذه رسمية هذه أحد العملات وكيف ما نعرف على أن العملات المهتمة بالدكاء الإصطناعي كتخلي أو تخلي الناس يعني تجدب لها بشكل كبير جدا وأصبحت هي المستقبل بخصوص هذا الدكاء فبخص هذه العملة هذه كنت أريد أن رفض ذلك لأن كنت أعرف على أن سيكون فيها واحدة محلات صحيفية للعملة التي تفضلت على أن أنتظر فالآن فرصة مناسبة من أجل الدكاء في حال ما فكرت في أن تدخل في الكريبتو جي بي تي فهي أصلا فرصة مناسبة فالسعر الحالي للعملة هنا كانت شمعة هذه التي تشوف معايا هذه كانت بالسبب الشمعة إيجابية كانت بسبب الدخول في الكيو كوين بعدها شفنا نفس تقريبا حجم الشمعة يعني بشكل بيعي شمعة بيعية كيف ما كنت شو معايا هي شمعة دليل اليوم واللي شفناها كذلك يعني في نفس الشمعة يعني هذا يعني الناس اللي قامت بشيرة يعني في الخبر يعني باعت بعد الخبر وهذا شيء عادي اوكي غدي مشي الهنا غتلقها في العديد من المنصات هنا هي هي هنالبانك غدي لقاها كذلك في يعني هنا في الماركت متواجدة في العديد من المنصات هي عملة كبيرة جدا عندها 12 مليون في الماركت كيف اللي أنا هنا نشوف على هذا 12 مليون دولار اللي كنت معاك هنا هي فقط عدد يعني أولي ما زال ما متأكدش منو الكوين ماكت راب يمكن أن يكون أكتر ممكن أن يكون أقل وأعتقد أن أكتر بالنسبة للمعكت سابلاي فهنا يعطينا إلى المعكت سابلاي له 3 بليون خصوص المعكت سابلاي وأن الآن آه أوكي يعني هاته كلها المعلومات اللي قد معك على الشاشة يمكن دخول إليها أن تضارب عليها ولا تستمع عليها أوكي هي عملة قوية عملة عندها يعني وحد يعني قد صامع معنا بزاف فلكن المضاربة عليها يكون أفضل لأن ممكن أن نشاهد واحد المرحلة تصحيحية لهذا استفيد من الباحلة التصحيحية من أجل الدخول وعندما تصعد العملة قم بعملية البيع فموقع نأود أكتر فيديو جديد إن شاء الله غدا وسيكون عندنا حلقة أخرى بموضوع جديد ومشوق فدمننا أنك تشك في القناة إلى اقترب وستهل ما اشترك وما تنساش تباك على لايك والسلام عليكم